أكد عدد من أعضاء مجلس النواب والشورى على دعمهم لجميع الإجراءات التي تتخذها حكومة البحرين ممثلة في الأجهزة الأمنية بشأن تعامل مع استمرار التدخلات الإيرانية والمحافظة على الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب الأعضاء استنكروا التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة سترة وأودى بحياة اثنين من رجال الأمن الأبرياء شهداء الواجب وأسقط جرح آخرين وأكدوا أهمية النظر في هذه التطورات من الجانب السياسي والتشريعي كثير من الشجب والاستنكر من قبل المواطنين على جميع الأصعدة سواء كانت محلية أو خارجية هناك إدانة كثيرة وحقيقة اليوم كان لنا اجتماع مع أحد النواب الفرنسيين في منجس الشورى وتكلمنا عن نفس الموضوع وهو أيضا أكد أن ما تقوم به هذه الفئة هي فئة ظلة لا تريد الاستقرار والآمن في البحرين إيران تواصل تعسفها وتدخلها في الشأن البحريني وتمد الموالين لها بالسلاح والمتفجرات والعمل على تأزيم الوضع وزعزعة الاستقرار وهذه مسألة لم تتوقف منذ سنوات طويلة امتدت إلى أكثر من ربما حوالي 30 سنة ونعتقد بأن استمرار هذه المسألة أيضا تحتاج إلى وقفة صارمة يجب أن نضع حد مثل هذه التدخلات وهذه الفاوضى التي تحاول إيران أن توسع من دائرتها وتثير القلق أكثر وأكثر في الشارع البحريني نشجب ونستنكر ما جرى بسبب هذا العمل الإرهابي الذي هو بعيد كل البعد عن البحرين بعيد كل البعد عن الشعب البحريني بعيد كل البعد عن الشيء من الإسلام هو لا ينتسب إلى الإسلام في شيء هذا الفكر بالنسبة إلى موضوع بالنسبة للشباب طبعا نحن نوصي الشعب البحريني بالالتفاف نحن قيادته الرشيدة والابتعاد عن جميع هذه الأفكار الضالة اللي شفناه أمس هذا الشيء ما يسرنا ولا نتمنى ونرى إن شاء الله إحنا كبحرينيين نوقف ضده ونحاربه ونتمنى ومتأكدين أن وزارة الداخلية راح توصل حق هذه الأياد الآثمة التي لعبت بأمن البحرين